السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حباي بقلبي عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا ومغزية للاطفال وكمان الكبار هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة قبل ما ندخل على الفيديو اتمنى تدعميني بلايك وشير وتشتركوا في القناة الجزر ده انا فرسته معاكم من الفيديو بتاع التفريزات وقلتلكم ان انا هدخله في عصاير ووصفات تانية عشان كده سبت الجزر زي ما هو متقطع بس هنشوف دلوقتي هنعمل بي مهلبية بالبرتقان وزي ما انتم عارفين البرتقان اليومون دول متوفر كتير جدا لان ده الموسم بتاعه انا عايزة بس 3 برتقانات وهحتاج من الجزر نص كيلو نص كيلو جزر وتلات برتقانات هاخد الجزر بتاعي واخسله كويس جدا جدا وارجعلكم وكده بعد اما غسلت الجزر بتاعي هبتدي اضيف كبايتين من المياه احطه دلوقتي على البتجاز علشان يستوي معانا ودلوقتي بقى هبتدي اقطع البرتقان بتاعي زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده دي اسهل طريقة اقطعي بيها البرتقان بتعملي 3 فتوحات بالسكينة بالطول وبعدين بتشيل القشرة كده بكل سهولة هتتشال معاك خالص وكده بعد اما قشرت البرتقان بتاعي بشيل اي حاجة بيضة بتبقى موجودة على البرتقانة من بره ومن جوه مش عايزة اي حاجة بيضة انا عايزة ااخد العصير بس شايفين بشيل الحاجات البيضة دي اللي بتبقى على البرتقانة نفسها وكده قشرت البرتقان بتاعي وكمان طلعت اشر برتقان هدخله في كيكة هدخله في اي حاجة تانية يبقى كده استغلينا كمان الاشر وكده البرتقان بتاعي بقى جاهز انا جهزته على ملجزر بتاعي السلك يبقى كده انا ما ضيعتش وقت هشوف دلوقتي الجزر بتاعي خلاص كمان الجزر بتاعي السلق اهو زي ما انتو شايفين تمام هسيب الجزر خالص مش هشتغل فيه دلوقتي غير لما يهدى تماما واول ما يبرد الجزر بتاعي هجيب الخلاط وهحط فيه الجزر اللي تسلق وهضيف كمان المية بتاعة الجزر المية اللي تسلق فيها الجزر دي مفيدة جدا انا مش هارميها هضيف كمان كباية مية كبيرة علشان اعرف اضرب الجزر بكل سهولة هضرب الجزر دلوقتي وهارجعلكم وكده بعد ما ضربت الجزر هضيف دلوقتي البرتقان بس مش هارف هضيف الكمية كلها هضيف نص الكمية واضربها تمام وبعدين هضيف باقي البرتقان واضربه وزود البرتقان شوية مية علشان يتدرب معنا ودلوقتي ببتدي اصفي عصير الجزر والبرتقان بالمصفة انا عايزة اخد العصير بس تمام مش عايزة اي حاجة تانية غير العصير وهجيب تلت معالق كبار من النشا على الكمية اللي انا قلتلكم عليها دي ادي معلقة اتنين تلت معالق بالزبط هقلب النشا كويس جدا جدا كل ده على البارد وهضيف نص كباية من السكر لو انت حابة تزويدي السكر زويدي بس انا مش بحب الحاجة تبقى مسكرة قوي التحلية دي براحتك انت وبعد ما قلبت السكر كمان خلاص كده هاخد المهلبية بتاعتي وهبتدي ارفحها على النار مع التقليب المستمر طيب لو انا حطيت 3 معالق نشا وحاسة ان المهلبية ما تقلتش معايا وخفيفة شوية هجيب معلقة نشا وحط فيها حابة مية صغيرين وادوبهم على البارد واضفهم على المهلبية مع التقليب المستمر مش هشيل ايدي خالص هاعد اقلب لغاية ما تبتدي تغلي معانا زي ما انتوا شايفين كده كده خلاص المهلبية بتاعتي بتديت انها تتقل وخلاص كده استويت معانا بصور القوام عامل ازاي ولا خفيف ولا تقيل جميلة جدا ولسه كمان لما تبرد هتتقل تاني هنبتدي نجيب الكسات بتاعتنا او الاطباق او الكبيات اي حاجة متاحة عندك علشان نحط فيها المهلبية اللي احنا جهزناها مع بعض طبعا هي صخنة جدا زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي نغرفها في قلب الكسات بالشكل ده استغلوا الموسم بتاع البرتقان وعملوا مهلبية بالجزر بجد جميلة جدا جدا فوائد الجزر والبرتقان كتيرة مفيدة جدا للاطفال وكمان ما بتاخدش وقت خالص بنعملها بكل سهولة وغير مكلفة وكمان حاجة حلوة واطفالنا هيستفادوا بيها كده انا خلصت كل الكمية بتاعتي من 3 برتقانات ونص كيلو جزر طلعلي الكمية دي على فكرة الكاس ده كبير من الصغير لو حبت ضعف المقادير ضع فيها براحتك خالص انا حبيت اعمل كمية بسيطة علشان اوريكم الشكل والطعم عامل ازاي وبرحتكم خالص ودلوقتي بقى هبتدي ازين المهلبية بتاعتي بفصدو انا كان عندي فصدو هزينها زي ما انتوا شايفين كده بحط على الوش فصدو بيدي طعم حلو وشكل جميل جدا هزين كل الكمية بتاعتي اللي موجودة وكده خلصت الكمية بتاعتي ودي اول فكرة للتزين لو مش متاح مكسرات هنجيب جوز هند ونحطه على الوش بالشكل ده شكله بيبقى حلو جدا في التزين وكمان طعمه بيبقى حلو جدا انا قلت لكم فكرتين للتزين المكسرات بتبقى غالية ومش متاحة عند الجميع لكن جوز هند بيبقى سعره قليل ومتاح يعني سهل ان احنا نجيبه علشان سعره بيبقى في متناول الجميع وكده عملت معاكم احلى مهلبية بالبرتقان وكمان قلت لكم على فكرتين للتزين المتاح عندك زيني بيه عملنا المهلبية باقل التكاليف حضرناها في خمس دقايق احلى مهلبية بالبرتقان مغزية سهلة وسريعة وكمان غير مكلفة اعمليها لديوفك اعمليها في مناسبة في اي وقت تعمليها هي ما بتاخدش وقت زي ما انتم شفتوها وكمان مغزية جدا جدا للكبار وللصغيرين اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم ما تنسوش تعملولي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار باي حاجة بتنزل على القناة واشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي